تحية طيبة أعزائنا الطلبة نلتقيكم اليوم والدرس التاسع دروشو تشيعويو من مادة القراءة السريانية باللهجة الغربية عنوان درسنا لهذا اليوم روحمنو الايم بمعنى أحب أمي عبارة عن قصيدة شعرية تتغنى بحب الأم وحنانها وتضحيتها في سبيل أبنائها روحمنو الايم ايم ايم رحمتو ايم رحمتو وحابفتو ايم رحمتو وحابفتو ايم شافرتو ايم شافرتو وحاننتو بمعنى امي الحبيبة والمحبوبة امي النشيطة والحنونة اتي اتي اديوهبث اديوهبث طوفوث طوفوث اليالوث اليالوث بمعنى كل يوم بمعنى كل يوم بمعنى اليالوث ايم رحمتو وحابفتو ايم شابرتو وحاننتو اتي اديوهبث طوفوث اتي انتي التي اديوهبث طوفوث التي تعطي الخيرات اليالوث كل يوم بمعنى للأطفال او للصغار في كل الأيام اليالوث كل يوم بمعنى حوبيخ حوبيخ لوسخ طوعينه حوبيخ لوسخ طوعينه ولوثيخ ولوثيخ ديمر لوم صينو عزيز الطالب سنقوم بترجمة هذه البيت حوبيخ لوسخ طوعينه اي بمعنى حبك لن انساه ابدا ولوثيخ ديمر لوم صينو اي بمعنى لوثيخ وتعبك لا استطيع عليه او لا اقدر عليه حوبيخ لوسخ طوعينه ولوثيخ ديمر لوم صينو المريو المريو الحووذ مث كاشفنو مث كاشفنو ادنورخ ادنورخ حايايك حايايك بوعينه ادنورخ ان يطيل ايام حياتك او اطلب ان يطيل ايام حياتك عزيز الطالب هذا فيما يخص هذه القصيدة الشعرية بعنوان روحمنو الايم اي احب امي سنعيد قراءتها وترجمتها ايم ارحمت احابفت ايم شافرت احاننت امي الحبيبة والمحبوبة امي النشيطة والحنونة اتد يهبث طوفوثو اليالوذي كل يوموثو انتي تعطينا الخيرات للصغار في كل الايام حبيخ لوسخ طوعينو ولوثخ ديمر لومصينو حبك لا استطيع ان انساه وتعبك لا اقدر عليه ولوثخ ديمر لومصينو المريو الحوذ مث كاشفنو ادنورخ حاييك بوعينو لله وحده اتضرع ادنورخ حاييك بوعينو واطلب ان يطيل حياتك احبة الطلبة سننتقل في هذه الاثناء الى موضوع في مادة القواعد قواعد اللغة السوريانية يختص هذا الموضوع بعنوان الضمائر المتصلة سنقوم بتصريف الكلمة كثوفو بمعنى كتاب في ثلاثة صيغ في صيغة المتكلم وفي صيغة المخاطب وفي صيغة الغائب كذلك على مرحلتين للمفرد المذكر والمؤنث والجمع المذكر المؤنث سنبدأ بصيغة المتكلم اكثوفو في صيغة المتكلم للمفرد المتكلم المذكر اكثوف اكثوف بمعنى كتابي تورد ايضا في صيغة المفرد المؤنث في نفس الصيغة اكثوف ايضا ايضا في المفرد المؤنث تورد كتابي كتابي كتوف في صيغة المتكلم في صيغة جمع المتكلم اي في صيغة المتكلمين تكتب اكثوفا اي بمعنى كتابنا ايضا في صيغة جمع المؤنث تبقى في نفس الصيغة اكثوفا كتابنا هذا فيما يخص صيغة المتكلم سننتقل الى صيغة المخاطب اكثوفوخ اكثوفوخ بمعنى كتابك 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 هذا في صيغة هذا في صيغة المفرد المذكر كتابك اما في صيغة المفرد المؤنث في المخاطب اي المخاطبة كتابك كتابك اي بمعنى كتابك كتابك اما في صيغة جمع المخاطب اي بمعنى المخاطبين اكثوفخون اكثوفخون بمعنى كتابكم وكثوفخون بمعنى كتابكن كتابكم اكثوفخون وكثوفخين بمعنى كتابكن سننتقل الى صيغة الغائب ايضا في المفرد المذكر والجمع والمفرد المؤنث والجمع اكثوف 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 بمعنى كتابه 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 وكثوفه 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 بمعنى كتابها كتابها هذه هذه في صيغة المفرد الغائب اي الغائب وفي صيغة المفردة الغائبة اي بمعنى المفرد المؤنث الغائب الغائبة والغائب كتابه وكثوفه كتابها اما في صيغة جمع الغائبين والغائبات اكثوفه اكثوفه وكثوفه 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 بمعنى كتابهم وكتابهن عزيز الطالب صرفنا في هذه الاثناء كلمة كثوفه كتاب في ثلاثة صيغ المتكلم والمخاطب والغائب لثلاثة صيغ وعلى مرحلتين للمفرد المذكر وجمعه والمفرد المؤنث وجمعها سنقوم بإعادة ما تم كتابته في صيغة المتكلم اكثوفه عندما نريد قول كتابي نقول اكثوف بمعنى كتابي أيضا في صيغة المؤنث تقال وتلفظ في نفس اللفظ اكثوف كتابي اكثوفا ايضا تأتي في صيغة المتكلمين لجمع المؤنث والمذكر كتابنا كتابنا في المذكر والمؤنث تلفظ وتنطق كتابنا بمعنى كتابنا اما في صيغة المخاطب نقول كتوفوخ بمعنى كتابك وكتوفوخ بمعنى كتابك في صيغة الجمع المخاطبين نقول كتوفخون بمعنى كتابكم وكتوفخين بمعنى كتابكن هذا فيما يخص صيغة المخاطب والمخاطبين اما في صيغة الغائب تكون كتوفوخ بمعنى كتابه وكتوفوه بمعنى كتابها اما في جمع الغائبين ستكون كتوفهون بمعنى كتابهم وكتوفهين بمعنى كتابهن احبة الطلبة لقد اخذنا في هذا الدرس موضوعين الموضوع الاول هو درسنا في القراءة القصيدة الشعرية بعنوان روحمنو الايم وايضا موضوع في مادة القواعد وهو الضمائر المتصلة وصرفنا معن الكلمة اكتوفو في ثلاثة صيغ المتكلم والمخاطب والغائب سنرجع الى درسنا الذي تم قراءته وكتابته روحمنو الايم ونقوم باستعراض اهم المعاني التي وردت المعنى الاول روحمنو الايم نلاحظ ان هذا الالف عليه علامة المبطلون اي لا يلفظ روحمنو الايم بمعنى احب امي وهو عنوان القصيدة الكلمة الثانية اذ كاشف بمعنى تضرع ووردت في القصيدة هنا في هذا البيت المريو الحوذ مث كاشفنو اي بمعنى لله وحده اتضرع مث كاشفنو المعنى الثالث حاننتو اي رؤوفة او حنونة حاننتو المعنى الرابع اوريخ بمعنى اطالة جاء هنا في صيغة الماضي اوريخ وفي البيت ورد ادنوريخ حاييك بوعينو اي بمعنى اطلب ان يطيل حياتك المعنى السادس اطعو بمعنى نسي اطعو والمعنى الاخير السادس وهو لوثو بمعنى التعب وورد في البيت ولوثيخ ديمر لمصينو اي بمعنى وتعبك لوثيخ ديمر لمصينو لا اقوى عليه او لا اقدر عليه احبتي سنقوم بقراءة اخيرة للقصيدة الشعرية بعنوان روحمنو الام احب امي الام ام ارحمتو احابفتو ام شافرتو احاننتو اي بمعنى امي المحبوبة والحبيبة امي النشيطة والحنونة شافرتو وحاننتو اتي ادي يهباث طوفوثو انت التي تعطينا الخيرات اليالوذي كل يوموثو للصغار في كل الايام حوبيخ لو سوخ طوعينو ولوثيخ ديمر لمصينو حبك لا انساه ابدا لو سوخ طوعينو ولوثيخ ديمر لمصينو وتعبك لا اقدر عليه المريو الحوذ مث كاشفنو لله وحده اتضرع ادنوريخ حاييك بوعينو ان يطيل ايام حياتك احبتي الطلبة سنعيد موضوع وقراءة الكلمة كثوفو كما صرفناها في ثلاثة صيغ اكثوف بمعنى كتابي في صيغة المتكلم وفي صيغة المتكلمة اكثوف اكثوفان بمعنى كتابنا ايضا في صيغة المتكلمين للمذكر والمؤنف اكثوفوخ بمعنى كتابك في صيغة المفرد المذكر واكثوفوخ بمعنى كتابك في صيغة المفرد المؤنث في المخاطب اكثوفخون بمعنى كتابكم المخاطبين واكثوفخين بمعنى كتابكن للمخاطبات اكثوفه بمعنى كتابه في صيغة المفرد المذكر الغائب واكثوفوه بمعنى كتابها في صيغة المفرد المؤنث الغائبة اكثفهن بمعنى كتابهم في صيغة جمع الغائبين واكثفهن بمعنى كتابهن في صيغة جمع الغائبات أحبة الطلبة إلى هنا نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه على أمل أن نلتقيكم في الحلقات القادمة نستودعكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة